تفقد القطع الاثرية قيمتها العلمية عندما تغادر اماكنها الاصيلة يقول علماء الاثار لكن هذه المقولة لا اثر لها اثناء الحروب وخلال المعارك يتحول التاريخ الى احد الضحايا الذين لا يلتفت اليهم في اكثر المدن اليمنية التي احتوت اهم حلقات التاريخ تتعرض الاثار لمخاطر لا تعد فتلك التي نجت من نيران المعارك تتعرض لما كانت عرضة له قويل الحرب فقد كانت اثار محافظتي الجوف ومأرب تواجهان بلا ادنى حماية رسمية حرب وجود وكانت ترتحل تلك القطع التي من خلالها يمكن رؤية الماضي بوضوح واجريت عمليات بيع وشراء بين من اعتبروا انفسهم ملاكا لماضي لم يكونوا يوما شركاء في صناعته تم تقسيم المواقع الاثرية وفقا لجغرافية النفوذ ولم يكن مخجلا رؤية احجار شذبت منذ مئات السنين تقام بها مبان حديثة وتلك حد وصف خبراء اثار عملية هدم كبيرة للتاريخ وطمسا لملامحه لم تقتصر اخطاء الحاضر في حق الماضي بمجرد تحويل الاحداث الى سلع بل تحولت المعابد والنقوش والاثار بمجموعها الى اهداف حرب اعلنتها الميليشيا الحوثية واختبأت خلف مدافعها لتقصف الاف السنين التي شيدها الانسان اليمني وحفظتها الطبيعة